موسيقى إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله فاللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك المختار وعلى آله الأطهار وعلى صحابته الأبرار ما تعاقب الليل والنهار اللهم يا عفو يا غفار يا من لا تدركه الأبصار نسألك بكل ما في هذه الليالي من أنوار وخيرات وأسرار وكل من يستغفرك ويدعوك في الأسحار يسألك يا ربنا يا مولانا أن تعتق رقبته ورقابنا من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بسم الله الرحمن الرحيم وعلى نبيه أزكى صلاة وتسليم مشاهدي الوطنية الثانية الأحباء ومتابعي برنامج دروب الخير الأعزاء الأوفياء خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا بكم إلى درب جديد من دروب الخير درب الإصلاح إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم هذه الأخوة الإيمانية لا تستمر ولا نحافظ عليها إلا بالإصلاح رسولنا الأكرم صلى الله عليه وسلم يقول دب إليكم داء الأمم قيل وما داء الأمم يا رسول الله قال الحسد والبغضاء والبغضاء هي الحالقة لا أقول تحلق الرأس وإنما تحلق الدين شبهها الرسول صلى الله عليه وسلم بتلك الموسى أو ذلك المقص الذي يعني تحلق به الرؤوس وهذه تقطع الخير وتحلق الدين ولا تبقي ولا تذر هذه هي البغضاء التي علاجها وإطفاء نارها حتى لا تتدحرج وتكبر كرة الثلج كما يقال وهي ليست كرة الثلج هي كرة نار والعياذ بالله تأكل الأخضر واليابس هي البغضاء والشحناء لذلك من دروب الخير الإصلاح مهم جدا في هذه الأيام المباركات من هذا الشهر المبارك العظيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أن تصلح بين الناس إصلاح ذات البين إذا فسدت أدلكم على أجر أكثر من أجر الصائم القائم يعني مش الصيام التطوع وإنسان يقوموا الليل يصلي في صلاة نافلة ويصوم في صوم نافلة ثم حاجة خير من هذا الكل شنية؟ إصلاح ذات البين إذا فسدت إذا كان فسدت ذات البين لماذا؟ لأن إذا كان يمر ثلاث أيام بعد ثلاث أيام الشيطان يولي وسوس ويعني تصبح البغضاء تستحكم في القلب لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حدثنا بأنه من الأمور حتى التي يتساهل فيها ويجوز فيها الكذب يعني من بينها ثلاثة أمور من بينها وأهمها كون إصلاح ذات البين إذا فسدت ليس الكذاب الذي ينمي خيرا يعني ما معنى ينمي خيرا يعني يمشي لهذا هي نميمة ولكنها نميمة محمودة كيف إيش؟ كونه يمشي الذي الشخص المتخاص مع أخيه يقول له يعني أني كنت معه البارحة وكان يتحدث عنك بخير يمشي الآخر ويقول يعني والله البارحة صارت بحثاه يذكرك بخير هو متأسف وقال ماذا بنا في قبل يعني في هذا الشهر الكريم وقبيل العيد كون نتصافح ونتسامح ونتصالح هذه كلها يعني هي من وحي خياله بل ربما ينمي خيرا يعني يعكس الكلام الأخر رو كان يسيب فيه والأخر يشتم فيه وهو لا ينقل النميمة يعني لا يدخل الجنة نمام أو قتات هذا الذي يغير الصدور يؤجج الصدور كنت بحثاه كان يذمك أو يلعنك وكذا كنت أستمع إليه وبهكذا يعني تصبح القلوب ينزل فيها الران والعياذ بالله وتصبح القلوب فيها الحقد وفيها البغضاء وفيها الغيظ لا لابد كون الإنسان يعني يطرح هذا الغيظ ويسارع بالمسامحة وكون الناس اللي تحب تمشي في دروب الخير تصلح بين المتخاصمين في الإنجيل ورد أن سيدنا عيسى عليه السلام قال لهم إذا جئت المذبح لتقدم قربانك في المعبد وذكرت أن لأخيك عليك حاجة فترك قربانك عند المعبد واذهب واصطلح أخاك ثم ارجع وقرب قربانك قال لهم إذا كان أنت عندك نذر ولا عندك ذا ولا جاء تتقرب الرب سبحانه وتعالى بيش تذبح وبيش توكل فقراء والمساكين واذكرت قبل ما تذبح الذكرت اللي أنت متعارك أنت أخوك المؤمن تخلي قاله قربانك عند المذبح وعند المعبد غادي وتذهب وتصالح أخوك قبل ومبعد ترجع تقدم قربانك لماذا؟ لأن قاله الرب لن يتقبل منك إذا كان فم شحناء هذا ما هو موجود في ديننا اللي قاله الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم أنظر هذين حتى يصطلح أنظر هذين حتى يصطلح أنظر هذين حتى يصطلح لابد أن يتصالح كل اثنين وخميس ترفع الصحف لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس وحث على صوم الاثنين والخميس ترفع الصحف إلى الله سبحانه وتعالى حتى يقال لنا عبدي صائم وأسئل لماذا تصوم يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه وأوحي إلي فيه فعندما يعني ترفع الصحف ويوجد من هو يعني متخاصم مع أخيه يعني يقول أنظر هذين حتى يصطلح ليش؟ يغفر للأخرين وهذو ما أجلهم ليش؟ لأنهم ما تصالحوش حتى أن في أحد المرات الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم قال لصحابتي في المجلس يدخلوا عليكم الآن رجل من أهل الجنة فدخل رجل يتهل الوجه إلى آخر الأمر يعني عليه أثار الوضوء وقد وضعا عليه تحت قدميه في مرة أخرى قالهم يدخلوا عليكم الآن رجل من أهل الجنة دخل نفسه ذلك الرجل في اليوم الثالث قالهم يدخلوا عليكم الآن رجل من أهل الجنة ويدخل نفس ذلك الرجل سيدنا عبد الله بن عمر بن العاص يعني قال أردت أن أعرف لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بشر هذا الرجل سيدنا عبد الله بن عمر الأرجح بشر هذا الرجل بالجنة فيقول ذهبت له وقلت له ابن عمر بن العاص يقول له ذهبت له وقلت يعني أن هناك إشكال بيني وبين والدي نعم قالوا روانا يعني المدة هذه بشن بيت بحذاك ثلاثة ليالي وقلنا أن الضيف يعني له الحق في يوم وليلة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة هذاك من حقه كد يكون حق الإسلام حق المسلم عليك أن يوم وليلة وثلاث أيام أذك يعني من بين الفضل وما بأزاد على ذلك فهو صدقة إذا كانت جاوز ثلاث أيام فهو صدقة ولا يحل لمسلما أن يجلس عند أخي فوق ثلاث فيؤثمه إذا كان يؤثمه من معنى يخليه هو يتكلف في ذلك الأمور المهم هذا تحدثنا فيه في درب الإكرام الضيف وقرى الضيف إلى آخره اللي همنا اليوم كانوا بقاء ثلاث أيام يراقبه يحصي عليه أنفاسه يراقبه حركاته وسكناته ماشي للسوق ماشي معاك بش يرقد يخليه للنورقد ويبقى ينتظر يقول الشيقومش في الليل يصلي صلاة معينة يستمع إليه يسترق السمع بل يكش عنده تسبيح بل يكش عنده ورد لقاه إنسان مسلم عادي يصلي المكتوبة يعني عادي ففي اليوم الثالث حزم أمتعته وقال يا أخينا يا راني مروح بارك الله فيك رك ضيفتني ولكن أنا حقيقة أن راني ما عنديش مشكل مع والدي وراني كنت نجي من بيت في دارنا ولكن راني جيت على خاطر راكدي ما في بلكش ثلاثة مرات وين جي داخل قبل ما تدخل يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فهما واحد تقول مبشر بالجنة بش يدخل من أهل الجنة قال تدخل أنت المرة الأولى المرة الثانية المرة الثالثة قلت خلنا يعرف شنو السر الذي بشع بيعني يجعلك تنال الجنة وتبلغ هذا المنزل قال هو ما رأيت قالوا ماك عديت بحثي ثلاث أيام قالوا شفتش حاجة عندي زيدي قالوا لا قالوا ولكني لا أحمل يعني غيظا على مسلم عندما آوي إلى فراشي آوي وليس في قلبي مثقال ذرة حقد لأحد ما نحقدش على الناس يعني سليم القلب لا يدخل الجنة إلا سليم القلب يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم سليم القلب يعني صف قلبه من الحقد ومن البغضاء ومن الغيظ فلذلك تجد المسلم الحق هو الذي يعفو ويغفر ويسامح ويسارع في الخيرات وسارع على مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت المتقين من هم المتقون؟ هم الذين يعني ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين يعني يعفو يكذم الغيظة يعني يبتلع غيظة ويكذم ويعفو ويسامح ويعني يتجاوز فهذه كلها من بين التعليم القرآنية في شهر القرآن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم بماذا أمر الله سبحانه وتعالى؟ ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم حظ عظيم من العفو حظ عظيم من التسامح وحظ عظيم من إصلاح ذات البين بين الناس مهم جدا أن نرأب الصدع ونرتق الفتق ونصلح بين المتخاصمين ولا نؤجج نيران الخصومة اللهم اجعل لقاءنا هذا لقاء مرحومة ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محرومة واجعل تفرقنا من بعده تفرقا سالما معصومة في نهاية هذا اللقاء لم يبقى لي إلا أن أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في رعاية الله وحفظه دمتم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والدال على الخير كفاعله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة